منقوصة هي فرحة سكان الموصل في عيد الأطحى أجواء المكان تشرح لسان الحال أكثر ما يؤلم السكان هي الغربة التي يحسون بها في بلدهم حيث الأهل بين الاعتقال والموت ومشاهد الدمار التي لا يبدو أنها ستطوى قريبا ضعيف تعمير ضعيف فرصة عمل معكوية كله يمت بشكه بطع شغل تعبان شغل ماكو يعني أهمل تمسكوا يعني أقلش يوميته بستهابز وماكوزة ماكو وظائف شيخ وردنا الدنيا يعني واحد يدحق علينا صال الأشقل كشي ماكو لا تعميل لا شيء شوية الاتفاة لهذه الدور المهدمة في بلدينة الموصل مطالبة بإعمارها لأسيما أن التعويضات قليلة جدا وأغلب المواطنين من أهالي مدينة المسلم يأخذوا أي تعويض الواقع الاقتصادي المتردي أثر على أجواء العيد وترك في فرحته غصة عند كثير من السكان الذين لا يجدون ما يلب احتياجات أبنائهم المتعطشين لبهجة العيد أكثر من يشرح حال الفرحة المنقوصة في العيد هم الأطفال يلعبون في وسائل ترفيه بداية وخطرة في ظل غياب الخدمات بهذا المجال يعني شوف كلها أنقاضه وحصه وحجر ما مثل المواثدي وخضاري يعني الأطفال يقع ما يتأثر أي شيء عليه ولا يتأذى فأنت طالب إن شاء الله فتح منتزم مطقة في المكاوي هاي العابين بس نريد من أمنيتنا يعملون منتزم حلو يلعبون لأطفاله يتونسون ويعملون هاي المنطقة يرى تكون نية ورغم هذه الظروف العصيبة في الموصل إلا أن إرادة الحياء تتمثل هنا بحيوية الشعب الذي يرفض الاستسلام للواقع ويحلم بغد عراقي أفضل